واحد من النجوم اللي ظهروا بشكل لافت جداً لافت جداً في الدورة المصري خلال المباراة الماضية هو اللاعب المغربي أحمد بالحاج المحترف في نادي أسوان أحمد بالحاج له قص أحمد بالحاج هو لاعب مغربي أسباني طول عمره بيلعب في أسبانيا في مستوى مش المستوى الممتاز أو مستوى الدرجة الأولى في الدورة الأسباني اللي جا يعني ولكن بيلعب في المستوى التاني مع عدد كبير من الفرق كان بيقدم مستويات كبيرة هناك وكان مفاجأة بالنسبة لنا أن أسوان حط عينه عليه وعرف يضمه وأضاف للدورة المصري أضاف لأسوان وعمل أداء ملفت للجميع وأصبح اسمه من الأسماء اللي بتتردد كثيراً كثيراً في سوق الانتقالات في مصر بين الأندية الكبيرة تحديد أندية القمة يعني عشان أسوان من الأندية الكبيرة أتحدث عن أندية القمة أحمد بالحاج اللعب المغربي المحترف في صفوف فريق أسوان مساء الخير مشرفني ومنورني مساء الخير أداء ممتاز بتقدمه مع أسوان هذا الموسم وأداء مفاجئ للجماهير المصرية عايز أعرف شعورك وانت بتلعب مع أسوان في الفترة الحالية وجودك في الدوري المصري واختلافه عن الدوري في أسبانيا كيف تعيشت مع هذه الأوضاع وكيف ترى مستواج خلال هذه الفترة في الحقيقة أنها فرصة عزمة لي أن أأتي هنا لدوري المصري لإظهار مهاراتي وأعتقد أنني بفضل نادي أسمر وأشكره لأنه قدم لي هذه الفرصة لألعب بكرة القدم معهم وأعتقد أن الفرق ما بين أسبانيا ومصر إن مصر هنا تعتمد على القدرات الجسدية ولكن في أسبانيا نعتمد على الاستراتيجيات والتكنيكات ولكن هنا في مصر يعتمد على اللاقة البدنية عزيم عايز أعرف بقى إزاي وصلت الأسوان إيه المفاوضات إيه المفاوضات اللي حصلت بينك وكانت بين مين يعني مين اللي تكلم معاك عشان تنضم الأسوان وإزاي وفقت أو فكرت لتلعب في الدولة المصري مع فريق أسوان خلال هذه الفترة أنا كان هذا في الصيف قد تحدثت مع وكيلي وقال لي بأنه فريق مصري هو أسوان وأعتقد أنك سوف من الملائمة أن تلعب فيه لأنك أنت تستحق فريق أكبر ولكن كما قلت لك فكل خرج بمستوى جيد وأعتقد أن المفاوضات كانت جيدة وبالتالي عندما ذهبت إلى الأسوان رأيت أن أنا أستطيع أن أزر مهاراتي وأعتقد أنه من الفرق أن أنا أتطلع الفرق كبيرة وأعتقد أنني إن شاء الله أتطلع للإظهار مهاراتي والذهاب إلى فريق أكبر خلال الفترة الماضية تحدث الكابتن أيمن الرمادي عن ظروف صعبة بيتعرض لها لعبي فريق أسوان سواء فيما يخص المعيشة في المعسكرات وخلافه هل تعاني مع أسوان ولا الأمور ماشية بشكل جيد والدليل مستوكل جيد في الفترات الأخيرة هل تقول المشاكل التي تعرض لها أسوان أتحدث عن المشاكل التي تعرض لها أسوان وخصوصا عندما يلعب في الدوري الدرجة الثانية وقد تكون مشاكل اقتصادية أنا أعلم تماما أنا أعلم تماما المشاكل التي تعاني من الفرق في الدوري الدرجة الثانية ولكن كل ما يهمني أن ألعب بطرات جيدة حتى أظهر الفرق القبيرة فإنني لا أفكر في المشاكل ولا أفكر إذا كان يمتلك من المال أو لدي مشاكل مالية ولكن هذه المشاكل لا تشغلني كل ما يشغلني هو أن أظهر مهاراتي اللي أتطلع للتعاقد مع فريق أكبر أو من الفرق الكبرى المصرية هل تلقيت عروض خلال هذه الفترة؟ أنا ممثلي أتحدث معي وقال لي لديك كثير من العروض ولكن أعتقد أنا وكيلي عندما أنه أتكلم أيضا وأتفاوت والآن كل ما يعنيني هو التركيز في اللعب في أسوان لأن هذا مباراة مهمة لابد من التركيز عليها عظيم أحمد بالحاج لعب فريق أسوان المحترف المغربي في الدوري المصري أنا أشكرك شكرا جزاء على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر